ومضغط من ذكرى الانتصار عنوان احتفال مكتبة الإسكندرية التي تزخر بالمتاحف والمراكز البحثية بانتصارات أكتوبر المجيدة في الذكرى الخمسين الاحتفالية اجتملت على افتتاح معرض ضم صورا من ذكريات تلك الفترة الفارقة في تاريخ مصر النهاردة بدأنا احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر وخصوصا داء العيد الخمسين او اليبيل الذهب الانتصار حرب أكتوبر حرب أكتوبر تعني لنا كل شيء حتى كمصري امواطن عربي هي الفخ لنا وفخر لكل العرب انتصارنا في هذه الحرب واسترداد الأرض كاملة ذكايات نصر أكتوبر الخالدة التي حملت في طياطها أنبل اللحظات التي تجلت فيها بطولة العسكرية المصرية في العبور من الضفة الشرقية للضفة الغربية لقناة السويس حيث سيطرت السواريخ المضادة للدبابات التي قطعت اليد الطولة لإسرائيل على أرض المعركة التي حملت بشائر النصر العظيم مصر من أجل دولة فلسطين اللي هي الدولة العربية اللي هي الشقيقة اللي هي الأخت كانت حربنا مع اليهود والسواريخ المضادة للدبابات قطعت اليد الطولة لإسرائيل أحداث فاصلة بتفاصيل مهولة تبقى عالقة في الذكرة الإنسانية إلى الأبد عن حرب كتب الله لمصر فيها النصر بكل استحقاق نابع من تجليات روح البطولة والفداء لجميع الكتائب المصرية نحن كنا كتيبة 133 صعقة لنا شرفت أن أنا أكون قائد الفصيلة الأولى من السرية الأولى من الكتيبة 133 صعقة في هذا التوقيت أنه بينادي إحموا مدينة الإسماعيلية ولو على أكسادكم نحن طلعنا له من تحت الأرض الكمين كان على مسافة 4-5 متر في المنطقة الميتة ودمرنا له كل دباباته الصورة أنتوا الشهيرة اللي بتشوفوها دايما في تليفزيون دبابات دخلة في بعض كل الدبابات اتدمرت إن المصريين حققوا نصرا نفسيا على إسرائيل وفلسطين في عيونهم استعادت مصر السيطرة على قناة السويس انتصار أكتوبر المجيد لمصر الذي لا مثيل له عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس واجداح خط برليف غير مجرى التاريخ بالنسبة لمصر وبالنسبة للشرق الأوسط بأسره إناس الطويل تلفزيون فلسطين الخاهرة ترجمة نانسي قنقر